اشتركوا في القناة اضع جميع انواع المعسلات بخطوات بسيطة وسهلة نتمنى الوصفة اليوم انها تنال استحسانكم وتعجبكم وندوزوا دبا للمقادير والطريقة واتمنى لكم فرجة ممتعة نبدأ على بركة الله في المقادير عندي نص حمضة مقطعة على شكل دوائر عندي كيلو دي السكر سنيدة الممكن تعوده بسكر قطع او للقلب دي السكر غير هو القلب سكرها يكون فيه سج كيلو انا هنايا غدا نعطيكم مقادير بنسبة الكيلو دي السكر سنيدة وانتو ما عندكم الختيال ابغتوا تضيف للمقادير فكما كليكم في كيلو ساعة سكر سنيدة غا نحتاج نصف لتر دي الماء مع ثلاثة العويدات دي القرفة وهنايا كذلك عندكم ختيال ابغتوا تضيفوا بعض الاعشاب المناسمة بحل مثل الباديان ولا الزعتر وكين كذلك لكي يدف حتى المسكة الحرة مطقوقة انا ممتوف راش عندي وده مساء الله غد ننجز معكم الطريقة خديت الكوكوت او للطنجرة ديال الضغط وغدا نضيف فيها الكيلو ديال السكر سنيدة نضيف عليه نصف لتر ديال الماء وغدا نضيف هديك النصف حمضة اللي مقطع على شكل دوائر نضيف العويدات ديال القرفة من بعد ما غسلتهم سافي غدا نصد على الكوكوت اهم نصيحة نعطيها لكم هو المكونات ما خاصهم شي تحرقون نهائيا يعني غاد نضيف المقادر في الكوكوت سافي ومسد عليها ونضيفها على نار تكون عالية حتى تبدأ تصفر ونقص عليها تولي متوسطة العافية خاصها تكون متوسطة مش تكون ناقصة بثاف ونحسب ليها 40 دقيقة من بعد ما تصفر من بعد ما تصفر 40 دقيقة كيف كنت تشوفوا فانا حلت على الطنجرة وكما قلت لكم حتى تبدأ تصفر عاد باش تحسبوا ليها 40 دقيقة وكيف كنت تشوفوا اللون ديال اللاسل فهو كي يجي محمر وحتى الدوائر تيل الحامض اللي درتكي ولي اللون ديالهم غامق وهذا كيدل على انه صافي اللاسل اراتاب وبالنسبة لكم تميلة فتحتوا الطنجرة ديال الضغط من بعد 40 دقيقة ولقيتوا بان اللاسل مازال ما تحمرشوا هدوك الدوائر مخدوش هدوك اللون غامق فعودوا سدوه على الطنجرة وحسبوا ليها 10 ديال دقايق من بعد ما تصفر وتكون على نار متوسطة من بعد ما كيوجد لكم العسل إلا بغتوا تضيفوا لإضافة ديلة المسكة الحرة اللي كتليكم كبيلة فكتشدوها كتضقوها وكتضيفوها على العسل وكتخليوا العسل كي يسبح واحد لمدة 10 ديال دقايق وباش تزيدوا تأكدوا بان العسل راه وجد غدا ندير معاكم احد الخطوات علمتها من ماما كتاخد طبصيل كتدير فيه شوية ديال العسل وكتحطوه في المجمد من 10 حتى الربو ساعة من بعد كتدوز بحافة الوسط ديال العسل وكيف كتعرفو غدا تكون واحد الخط الى ما حسيتش به حرش وما حسيتش به ان هذوك اللي راه عودت جمع تاني هذا الخط فهذا كيدل على ان العسل راه موجود وما غادش يتسكر لنا من بعد غدا ندير معاكم هذي كل الخطوة اللي قطل لكم من بعد ما اخليصت بصر ربو ساعة في المجمد غدا ندوز بحافة الوسط ديال العسل كتشوفو فالخط يبقى يعني ما كي عودت جمع تاني العسل وما كيتحسيش يعني بوحد الحروشيال اللي كتدل لان العسل راه ممكن يرجع يتسكر من بعد وهذا هو الشكل اللي عسل اللي حضرت معاكم اليوم بخطوات بسيطة وما فيش بزاف زيل التعقيدات ناجح مئة بالمئة اهم حاجة لتبعوا الخطوات اللي قطل لكم انا اكيد انه غدا ينجح معاكم هناي العسل كان مازال بقي سخون تكشي على الشرقية بانجاري كل ما برد كل ما يزيد عقد اكثر نتمنى ان شاء الله الوصفة ديت اليوم انها هدنا لإعجابكم وما تنساوش انكم دائما تشجعوني والتعموني باللايك ديالكم وتشتركوا في القناة بالنسبة للناس اللي ما زال ماشتركوش ترجمة نانسي قنقر